نصيحة أخيه والسلس شريف اعتبال حدك راجل صاحب شركة سياحة تعلم أن هناك كثير من الناس الآن استقبلوا ذويهم واستقبلوا أباؤهم وأمهاتهم وعايشين أو عاديين معهم إما في جدة أو في الطائفة أو في مكة الآن منتظرين الحج موجودين معهم من عمر رمضان وضعي الناس دي إيه؟ حالة تنصحهم بإيه؟ نفس الموضوع ده يوصيح كل سنة وأنا ننتظر الحلقة الجاية بعد السنة اللي جاية صحيح معي حلقة موسمية رسي الشريف لا هو الموضوع ويمكن أنا كنت قاعد واضح أنه العام فيه تجديدات أكثر يعني والعام السابق كان فيه تجديدات يا أساس عمر المنتلتي والعقلية بتاعة اللي بيحصل على تأشرة الزيارة لو قاعدنا نفرد ليه حلقات يوميا كل يوم خمس ستة حلقات هو ليه عقلية معينة وليه تفكير معين مع احتوام لينا جميعاً وكل المشاهدين مش هيسمع النصيحة هو واخد قراره عايف تابعاته اللي بيعملوا إيه؟ ده بالنسبة للمتعود لكن فيه واحد رايح أول مرة كله أبا لا لا فيش حاجة يسمع متعود كله معظم يكون أول مرة يعني أنت اللي ممكن داخل مكة دوت لو كان معه تأشرة عمه هو قاعد لحد تسعة عشرين ستة لا أنا كنت لسا بكلمة أستاذ عادل من نسبة أول مرة هي مخطأ؟ ده كلمة ساعدت في إيه؟ أنا تصورت أن المضوع ده يعني مقتصر على الناس اللي هما غير قادرة على الذهاب إلى الحجة عن طريق الطرق الرسمية نظراً لارتفاع الأسعار الشديد لكن أنا في وجهة العام الماضي أن كثير من رجال الأعمال وكثير من الناس اللي معها ما شاء الله أموال كثيرة جداً يوفر؟ وقال إن أنا لو سافرت رسمي مش مسموح لنا أحجي كل سنة وبالتالي أنا بحجي عن طريق التأشرة دي عشان كده مش موضوع مديات أيو أيو فاختلط الأمر للوقت ما بين الفقير ما بين الغاني ولذلك هذا العمل التكدد الشديد جداً للعام الماضي إنه الكل بيسافر بهذه الطريقة يعني عايزة ألفة نظر حديث لحاجة مهمة قوي السعودية تحتات تمنع الحج بدون تصريح نعم ولكن تجهيزات واحتيارات السعودية وإمكانيات السعودية تحتات إنها تستقبل حشود لأن السعودية تعلم السعودية تعلم بأجهزتها وبخباتها طويلة الطويلة في تنظيم الحشود والأعداد دي كلها تعلم السعودية إنه سيكون هناك مخالفين نعم وإن لم تحتات الدولة كدولة إن أنا أنا مش هكون تركيزي كله في إن أنا أحايا لا بتوصل لمحالة كيفية تنظيم الحشود نعم صحيح والسعودية بفضل الله عز وجل ناجحة جدا في هذا المجال أعتقد إنه ما فيش دولة على مستوى العالم هذا حقيقي وده عن يقين هذا حقيقي تستطيع أن تنظم حشود في نفس التوقيت إذا أنت رمضان حالك بتقول رمضان كان فيه زحمة نعم رمضان جزء منه موجود في الفناديق جزء موجود في الحرام المكي جزء موجود في المدينة جزء موجود عن الوريب في جدة لكن الحج الكل سيكون في مكان الوحة كله في ميناء نعم صحيح كله في مزدنفة كله في عرفة صحيح نعم ما فيش قولة واحدة أنا أمي مش هتلعها بتصحج أنا مش هتلعها بتصحج فأنت لما بتكلم على صح الأمن لك تعف تجيب حقوقك تضمن خدماتك تبقى ليك مخيم في عرفات مخيم في ميناء ليك مكان في المزدنفة ليك باصي وديك ويجيبك عندك فيه إشاف طبي عندك تأمين طبي هنقعد نعدد مزايا مزايا كثيرة جدا لا شك لا استوياني رغم لا استوياني شوش تساوبين ده ولكن أنا بتكلم خلاص يعني إيه صبك السيف العزل نعم هيحصل يا جماعة يعني أنا فيه فائم ما بين المأمول أن تحصل المخالفة أو لا تحصل دي مش مشكلتنا فيه فائم ما بين المأمول طالعين كدور توعوي من خلال وسائل اللي لا نحن أقول لهم يا جماعة هناك بخاطر هذا العام تختلف عن العمل الماضي شكرا يا أستاذ عادل ده كلام سليم أنا عايب بقى أسمع نصيحة مباشرة منك كنت للناس اللي هم قاعدين من رمضان منتظرين الحاج وهم حاليا في مكة أو طائف أو جدة منتظرين موسم الحاج هذا العام وهم حاملين التأشيرات غالبا التأشيرات الشخصية وتأشيرات العائلية تقول لهم إيه دي مجازفة غير محسوبة نعم وعواقبها قد تكون مش كويسة أولا هينضر الحاج أو صاحب مش حاج بقى صاحب تأشيرة الزيارة نعم وهيبقى فيه ضرر لمن استخدمه بالتهازية التأشيرة سواء تأشيرة شخصية للسعودي نفسه نعم وكذلك بالنسبة تأشير العائلية العائلية بالنسبة لمن لعمل التأشيرة العائلية بمختلف أنواحها وكذلك تأشيرة العمل وتأشيرة السياحة فيه يعني أكتر من تأشيرة لذلك أنا بنصح احنا لسه في الأول احنا لسه على البار من الممكن أن يستدرك الأمر الآن استدرك الأمر وتوكل على الله ويمكن ربنا يكتبها لك بطريقة رسمية وطريقة محترفة بعيد عن أن أنت تعرض نفسك للمخاطر لأن لا حجة بدون تصريح وحتى لداخل المملكة العربية السعودية زي ما قالت لحضرتك أنا ما أقدرش أخذ عربيتي ولا أخذ طيارة من الرياض وأطلع أقول أنا رايح أحج فرايح فين المشكلة مش حضرتك طالع من الرياض معاي قمها في مكة أصلا ما أقدرش يطلع معاي قمها في مكة وما أعرفش يحك فنظام المملكة لذلك